سارة في هذه الأثناء عدى الهدوء الحذر إلى الجبهات الجنوبية بعد مواجهات خلال ساعات بعد الظهر حصلت بين حزب الله وإسرائيل هي المواجهات التي يمكن أن نضعها في إطار المواجهات الاعتيادية التي تحصل منذ بداية المواجهات بين الطرفين في جنوب لبنان سلسلة من العمليات قام بها حزب الله مقابل رد إسرائيلي على عدد أيضا من البلدات بسلاح الجو وبالمدفعية التي أدت إلى حصول أو نشوب عدد من الحرائق خصوصا في بلدة بليدة بعد قصفها بكميات كبيرة جدا من القذائف المدفعية أيضا كان الطيران الحربي أغار على بلدتين العديسي والخيام بالإضافة إلى قصفه عددا من البلدات بالمقابل حزب الله كان قام بخمسة عمليات اليوم أربعة منها على مواقع حدودية هي بياض بليدة الرمثة وزبدين وبركاتريشة أما العملية الأساسية التي يمكن التحدث عنها بالنسبة لعمليات حزب الله هي الهجوم الجوي على الجليل الغربي على تحديدا ناحل جريشوم مستوطنة ناحل جريشوم هي المرة الأولى التي يستهدفها قام باستهدافها بسرب من المسيرات الأنقضاضية وقال في بيانه بأن هذا الاستهداف أو هذه العملية جاءت ردا على استهداف إسرائيل لمنطقة البقاع يوم أمس حيث كانت أغارت على المنطقة الواقعة بين جنتا ومسا على جرود في تلك المنطقة بثلاثة صواريخ هذا سارة ملخص المواجهات بين حزب الله وأسرائيل اليوم ولكن أشير أيضا إلى أن تعرض عدد من العاملين لدى قوات اليونفل إلى إطلاق رصاص من قبل الجيش الإسرائيلي الذي دائما ما يقوم بتمشيط الشريط الحدودي وعندما كان هناك عدد من الموظفين الذين يعملون لدى قوات اليونفل في مركز القوات الدولية في بلدة شمع كانوا يعودون إلى منزلهم إلى بلدة رميش التي نحن فيها الآن تعرضوا على الطريق تحديدا في بلدة راميا إلى إطلاق رصاص من قبل الجيش الإسرائيلي الإصابات كانت طفيفة ولكن كانت أيضا اليونفل وتحديدا نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات اليونفل أصدرت بيانا تحدثت فيه عن هذه العملية ودانت هذه الاستهدافات المتكررة من إسرائيل للمدنيين وقالت يجب أن طبعا هذه الاعتداءات على المدنيين أن تتوقف وأنه وجددت طبعا التذكير بأنه يجب أو لا تزال الفرصة سانحة للجوء إلى حل ديبلوماسي لوقف هذه النزاعات بين الطرفين على الحدود